التحليل في نسب وتناسب بين التحليل نفسها يعني في الحمل كل تحليل والتاني في نسبة وتناسب بينها المعنى إيه في نسب وتناسب في التحليل نفسها يعني أقول لحضرك يعني أنا ممكن يكون عندي هرمون اسمه FSH وهرمون اسمه LH هرمون FSH ده ده الهرمون المنشط اللي بنشط المبايد وهرمون LH ده ده الهرمون التفجيري اللي بيفجر المبايد طب أنا لما في بداية الدورة والبايدات لسه صغيرة وعايزة تكبر المفروض عندي الهرمون الأعلى يبقى الهرمون التنشيط والهرمون التفجيري الهرمون التنشيط هو اللي بنشط البيضات طيب أجأ ألاقي أن الهرمون التنشيطي ده في الرنج الطبيعي بتاعه والهرمون التفجيري في الرنج الطبيعي بتاعه يعني نورمال يا دكتور حاجة تقصد التحليل كلها طلع نورمال لكن مش هو دي النسب اللي مفروضته بقى مهرمال ألاقي الهرمون التفجيري أعلى من الهرمون التنشيطي فبالتالي الهرمون التنشيطي مش عارف يشتغل البوايضة مش عارفة تكبر طب والهرمون التفجير ما هو عالي عايز يفاجر مش عارف يفاجر يبقى لا هي تنشطت ولا هي تفاجرت اللي ليه الرينج طبيعي لكن النسب مش طبيعية لما يمسك هرمون زي هرمون البرولكتين بتاع الهرمون اللبن تمام الهرمون الطبيعي ده ممكن يوصل عشرين وحاجة وعشرين في المعامل بس أنا لو عندي لو زاد عن اتناشر بأصل على التبويت فهي ممكن تروح للدكتور يبص في التحليل عندها عشرين تمنتاشر تساعتاشر ده طبيعي لا مش طبيعي في إن أنا عايز تبويت يعني حتى اللي بيقرأ التحليل ده مهم جدا يكون على دراية بالنسب التحليل كلها الرينج طبيعي خمس تحليل نسبها كلها ملغبطة مع بعض وبالتالي بتلغبطها الدورة ما بيجيش منتظمة التبويت مش منتظم وهي في الآخر ما عندهاش حاجة لا هي عندها حاجة بس يتقالها ما عندكش حاجة طب هل دكتور دور المنظار في الوقت ده بيكون مهم ولا ممكن يكون في حاجات تانية بديلة ليه لا الأول أنا أزبط الدنيا دي أزبط الهرومنات دي وأزبط تحليل دي غالبا بتحمل تمام زمان كان يتقال إن الحمل الغير معروف الأسباب لا نعمله منظار ربما يكون فيه أسباب لا لو أنا عامل تحليل مظبوطة لو أنا عامل صنار وصنار كويس أو عامل فور دي والفور دي كويس وعمل أشعب الصبغة والأشعب الصبغة كويس نقطة الأشعب الصبغة كمان في نقطة تانية ممكن أنها تعمل أشعب الصبغة والمركز الأشعب كاتب لها نورمل أنا بمسك الأشعب التقرير ده وكل اللي بتعمل معي عارفين حطه كده وهوص في الأشعب لأن أنا في يوم من الأيام سيد دانيا دكتور أنا بحترم جدا 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 دكتور اللي يعمل كده وميعتمدش على التقرير خلاص يعني بحس إن الدكتور ده فعلا فاهم دكتور ده فعلا شاطر فكرة التقرير يعني مهمة آه بس الإشعب فعلا هي بس حضيك مع الوقت والشغل أنا في يوم من الأيام جنتني إشعب كده فببص فيها لقيت إن مكتوب نورمل لا والإشعب دي مش عاجباني فكلمت الدكتور بتاع إشعب يا دكتور الموضوع لا أنا شايف إن فيه كذا كذا قال لا معك حق بس أنا هو أهم حاجة عنده إن الصبغة معدية من الأنابيب لكن الأنابيب مشدودة بعيدة عن المبيض اللي هتقول إطمنوا البويضة مش فارغة هو بس عنده الأنابيب الأنبوبة كينكد ملتوية أو مش كده ففيه التساقات دي برضو مش عنده أنبوبة منتفخة شوية هو أهم حاجة عنده إن الصبغة عدت فكتير بشوف حاجة زي كده وبص فيها دي وقتها بعمل لها منظار بتستفيد وعمل لها منظار لما أقول لها لا أنت عندك الأنبوبة مش مزبوطة الكلام ده مش مزبوط نعمل المنظار بتستفيد من المنظار ونرجع الأنبوبة لمكانها وتبتدي تأدي وظيفتها لأن الأنبوبة لازم تبقى قدام المبيض عشان لما تطلع البويضة الأنبوبة تلقط تلقط البويضة